بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله الرحمن الرحيم. كنت تكلمت مع حضرتكم قبل ذلك عن اعمال كثيرة تصل بك الى منازل الشهداء. تكلمت في الدرس من الدروس عن عشر اعمال تصل بك لمنازل الشهداء. وبعد تكلمت في دروس اخرى عن اعمال كثيرة ايضا. في حديث عظيم جدا. فوق الوصف. ستصاب بالزهول. بالزهول عندما تقرأ هذا الحديث. وربما يعني انسان يصاب بالخبل من عظمة السواب. يعني السواب الشهيد في الجنة. وما عد الله الله سبحانه وتعالى. آآ للشهيد في الجنة. ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اودا اقتر في سبيل الله ثم ارجع الى الدنيا ثم اقتل ثم ارجع ثم اقتل ثم ارجع الى اقتل وارجع لكن عشر مرات. من عظم سواب الشهيد. ما انه هو نبي ودركته اعلى من درجة الشهيد. والنبي قال عادي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر لا يفضل الشهيد الا بدرجة نبوه فقط. فلما تقرأوا الحديث ده. الحديث طويل جدا. فمن الصعب جدا ان انا اكتبه. واسرده على حضراتكم. فحتى حبيت احطه في الوصف بالكامل انه هيزيد على خمس تلاف حرف. فاااا بجيش هكفي ان انا احطه. احطكوا رابط في الحديث. في الرابط في الحديث. في ربط فيه الحديث. في هتصبح اشد اكتهادا للوصول الى منازل الشهيد عندما تقرأ هذا الحديث لذلك انا قلت لحضراتكم انا اعمل كتيرة جدا تصل بيك لمنازل الشهداء قلت لكم عملوها كلها او اكثرها ليه عشان لو اغلق باب او خاب باب يبقى فيه باب تاني لان واحد ما عملش اعمل واحد لانك تعلم هل سيقبل ام لا لكن لما تعمل خمستاشر او عشرين عمل يوصلك لنفس الهدف يبقى عندك امل كبير جدا انك تصل ولو كلها قبلت او موظمها قبلت يبقى اروا اروا ما عاتلك الله سبحانه وتعالى منازل عشر شهداء او عشرين شهيد او ميت شهيد او اعلم فضل الله واسع ولا ولا حد لفضل الله اقرأوا الحديث لا تكتبونا ليه في التعليق ما رأيكم في هذا الحديث ويريب بقى تبحثوا عن الدروس التي كنت قلتوها لحضراتكم كيف تصل منازل الشهداء وتحاول تطبق هذا الكلام بحزافيره كل هذه الأعمال لتضمانه بإذن الله والضمنه والله الوصول لهذه المنزل وبعد ما تقرأوا الحديث هتعرفوا أنه كان عندي حق فإن أنا أقول لكم اقرأوا هذا الحديث هو الحديث ضعيف صحيح لكن احنا قلنا قبل ذلك الحديث التي قلتوها لحضراتكم هو الحديث رواه الإمام البصيري في اتحاف الخيراء المهرة ورواه الإمام البيهقي في الشعب ورواه أكثر من عالم من كبار علماء السلف الصالح في كتبهم ولا أرجو أن يكون معنا الحديث صحيحا أن يكون معنا الحديث صحيحا إن شاء الله لعظم السباب الموجود في الحديث ولكن قلتو لحضراتكم قبل ذلك الحديث الذي حسنه بعض العلماء من بلغاه فضيلة من بلغاه فضيلة عن الله فعمل بها إيمانا ورجاء ثوابه أعطاه الله ذلك وإن لم يأكل كذلك الحديث من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه حديث حسنه أبو داود والإمام أحمد قواه في واحد في السند ضعيف فإمام أحمد قوه هذا الرجل وكذا واحد من العلماء مش واحد بس فالحديث دا حج قاطعة إن شاء الله بتحسينه لأن ربنا سبحانه وتعالى أنت لما تسمع خبر عن رب العالمي سبحانه وتعالى طبعا الحديث معنا معناها أعطاه الله ذلك وإلا ما يكون كذلك معناها أن ربنا يديك السباب دا وإن كان معنا الحديث خطأ لأنك إنت تعشمت في رب العالمي سبحانه وتعالى وعملت العمل دا وخلاصا أنه محتسما للأجن ربنا يديك الأكر ربنا يديك الأكر حتى لو كان الحديث يعني يعني واحد سمع الحديث وعمل به وكان الحديث مجزوب ربنا يديك الثواب اللي أنت عملتوه في الحديث الأن لأنك أخلصت النية وعملت وتعشمت في ربنا سبحانه وتعالى فالعاشن في رب العالمي سبحانه وتعالى بإز Abgeordneten العاشن في البشر المؤكد معنات تعشن في إنسان ويخلو بيك هذا الإنسان أما رب العالمي سبحانه وتعالى RA رب العالم سبحانه وتعالى لا يخلق عبادة لا يتخلى عن عبادة فإن شاء الله نتعشن في رب العالم سبحانه وتعالى إن معنى هذا الحديث يكون صحيح إن شاء الله فنحكتبه لكم وحط لكم الرابط بتاعة الفيديو نزلوا ونشوقوا تحت التوصف وقروا الحديث بالكامل ستعلمون أني على حق في في أني طلبت من حضرتكم أن تقرؤوا هذا الحديث لأنه سيزيدك تحفيزاً وعملاً للوصول إلى مدازل الشهداء اه اقولوا قولها ده استغفر الله لكم تشاهدوا في الجرس واشتراك في قناة لسألكم كل جديد ساعدوا نحو السنوات روية اقولوا قولها ده استغفر الله اشتركوا في القناة